موصلة للمصاري الأدفة إلى تحديد وحدز ومصادرة الأموال المهاربة إلى الخارج نهيك عن تشكيل لجنة خبراء مكلفة بتسيير ملف استرداد هذه الأموال بتنسيق مع الممثليات الدبلوماسية الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن من قبة زيغودي يوسف يكشف عن إطلاق 119 إينادة قضائية نفذت 43 منها و156 في طور المهالجة من قبل السلطات القضائية الأجنبية المعنية بالتنسيق مع ممثلياتنا الدبلوماسية وقد تم في هذا الإطار إطلاق 219 إنابة قضائية نفذت 43 منها و156 تجري معالجتهم من قبل السلطات القضائية المعنية الوزير الأول كشف عن تشكيل لجنة خبراء على المستوى الوزارة الأولى مكلفة بتسيير ملف استرداد الأموال المهربة إطلاق نابات قضائية جديدة من أجل تحديد وحجز ومصادرة الأموال المهربة إلى الخارج وكذا تشكيل لجنة خبراء على مستوى الوزارة الأولى مكلفة بتسيير ملف استرداد هذه الأموال لنبات قضائية تدخل في إطار المسعى الشامل الذي حدده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لاسترجاع الأموال المهربة الناتجة عن الفساد